اشتركوا في القناة والفلفل والثوم والثوابل بعد ما تغير لون الدجاج ضفت البصل والفلفل ملون فلفل ملون عشان يطي لون حلو بضيف بحارات مشكلة بحار الدجاج بابريكا فلفل اسود وملح بعد ما احسيت البصل بضيف الثوم وحمسة شوي بعدين نضيف لسلسة طماطم وطماطم مقطعة ضفت السلسة وطماطم المقطعة بضيف شوية موية عشان يفرنكي شوي سوس وخمس دقائق ويطفع عني خلاص كيدا الدجاج عندي استوى بطف النار وبس لقي الرز نص سلقة يعني نص استواء عشان نضيفة للدجاج وللخضار حين هذا الرز عندي رز بنجاب المهيدب مقصول ومنقوع حطيتها الحين بقدر وحطيت عليه منح وزيت وبضيف لموية مغلية خلاص مقادير الصينية جهزت هذا الدجاج وخلاص استواء وهذه الخضار سويتها بالقلاية الهوائية باذنجان وكوسة وجزر وبطاطس وزهرة طبعا انتو حطوا الخضار اللي تحبونها وهذا الرز وسلكتها نص استواء اللي راح تسوينا انك تجيبين اي صينية عندك تدهنينه بشوي زيت او زبدة أنا بستخدم قالب كبير وقالب صغير حلو بالتقديم بنحط هنا طبقة رز حطيت اول طبقة من الرز الحين بحط من الدجاج او زحها وبعدين راح نرش عليه من الخضار اللي شويناها بعد ما تحطون الدجاج توزعون الخضار كذا فوقها بعدين تحطون طبقة رز زي هالقالب حشيتها وبعدين غطيتها بالرز خلاص كذا الصينية جهزت حطيت قطع زبدة كذا على الوجه عشان تعطيها نكهة وطعم بغطيها ودخلها فرن ساخن تقريبا من ربع ساعة إلى عشرين دقيقة وهذا الرز بالخضار والدجاج خلاص هذا القالب الصغير قلبته حلو في التقديم زي ما تشوفون وممكن تستخدمونه الصينية الكبيرة وبالعافية وهذا الصينية الكبيرة بعد ما زينتها بالمكسرات والبصل المحموس عادي تقدمونها كأنك تقدمين أي صينية تقطعينها مربعات وبالعافية